الابليكيشن اللي انت بتستخدمي دلوقتي سواء كان خدمات القهربة خدمات المياه مؤسسات مختلفة في الدول ده كله قائم على البرمجة طبيقات موبايل البنوك بدأت ان هي تستخدم الطبيقات الرقمية اللي بتعتمد اعتماد كبيرة على البرمجة ازاي انا بطلع برنامج البرنامج ده بيستخدموا اشخاص مش شخص واحد بس وكمان بيساعدوا على الابتاع بيطور في الطبيق يعني انا بستخدم الطبيق مثلا بتاع اي بنك من بنوك المحلية او الدولية الطبيق ده فيه صغرات مع الاستمرار بيتم تحديث الطبيق ده فبيساعد المبرمج على تطوير نفسه من تلقاء الاخرين لان فيه عيوب احنا دلوقتي بينا نخلص كل حاجة دلوقتي من الابليكيشن اللي على الموبايل هل ده وفر علينا الوقت والجد اكيد بدلا ما اروح اي مصلح حكومية دلوقتي او اي بنك لا مباشرة اقدر اعمل كشف حساب صح صحيح بكل سهولة من خلال الطبيق اقدر ان انا حاول زي انستبيه بكل سهولة مع وجود مجموعة من التطبيقات المهمة وفرت علي الوقت والمجهود وفي نفس الوقت امان جدا وده اللي بنكلم فيه هي مش فكرة هو ده مش حاجة عادي انت تاخدها وخلاص يعني ده حاجة ده هتفيدك ده هو ده المستقبل اكيد هو ده المستقبل لان البرمجة لو لاحزنا ان البرمجة خلال الفترة السابقة كانت تعتبرها مش مهمة ولكن الان مع التطور اللي بيحصل ومع قارة الوزرية اللي تم ترحها حاليا هيبقى لها اثرها بالاضافة ان التوجه العالمي قائم على البرمجة طبعا لما قيلوا مصر ياخد تويتر ليه السبب ويحدث فيه لما عندنا فيسبوك تبدأ ان هي تتشعب وتاخد مجموعة من الطبيقات الدولية زي انستجرام وغيرها والبوتساب وتدمجوا للبكتج بتاعها صحيح ليه لان عرفة اهمية البرمجة دخلنا في الواقع المعزز وده التفرة اللي هتحصل خلال الفترة الجاية دخلنا في الشرايح والشرايح دي عالم تاني مبالك ان كل ده قائم على البرمجة ازاي استخدم ادوات والادوات دي يتم برمجتها دي ايه لمساعدة الانسان وتسهيل مجموعة من العمليات الضرورية والمهمة في حياته